شارك سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة في أعمال المنتدى الصناعي والاستثماري بين دول مجلس التعامل لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية نعم وذلك بتنظيم من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية وبحضور وزراء التجارة والاستثمار بدول المجلس وعدد من كبار المسؤولين المعنيين بالصين ومشاركة واسعة أيضا من القطاعات والجهات ذات العلاقة وفي كلمته خلال انطلاق أعمال المنتدى أكد سعادة الوزير أن العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة تشهد تطورا ونموا مستمرا في مختلف القطاعات لافتا للحرص المشترك على توسيع التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين وخصوصا في القطاع التجاري والصناعي بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة